هل من الممكن في ظلها زي العلاقات نلاقي علاقة مباشرة في التفاوض يعني انت عايز لعيب من الاهلي تطلب من الاهلي مباشرة اعتقد دي صعب صعب اعتقد صعب لكن لكن اللي انا بنادي به ان يبقى فيه احترام متبادل حتى في التعاقدات بمعنى ايه ماينفعش يبقى لعيب عندك واخش عليه بطريقة مززريفة واعتبرها شطارة هي دي المشكلة اتكلمتوا في الحاجات دي في الحديث لا 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 اطلاقا الاجواء مكادش تسبح بهذا الكلام لان هو على فكرة هو الكلام ده معروف هو بيحصل الكلام ده لم يبقى فيه ايه تشاح ايوة تشاح بس لما الدنيا بتقى ده خلاص ده بيدي لده احترامه فما حدش بيتعمل بالشكل ده طيب في ظل الزيارة دي اتقال كلام على الهامش خليني برضو اعرف محاك حقيقته ولا لا انه كهرباء الزمالك وافق على مسألة تقصيته هلي الاهلي اصلا اتكلم لا 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 فيش كلام ده خلص لا 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 طيب وضح لنا بقى القصة لا خلي بال حضرتات ان القرار اساسا بتاع كهرباء هو قرار شخص مصبوط وليس النادي الاهلي النادي الاهلي عامل مساعد هو عاوز يحافظ على العيد بتاعه واحنا عايزين ناخد حقنا دي نمرة واحد نمرة اتنين النادي الزمالك لا يجوز له بحكم القانون التنازل عن اي شيء من حقوقه يعني سواء القيمة الغرامة سواء الفايدة اللي عليها انا احاسب تحاسب عليها جازب تنازل اه احضار مالعام خلاص انت معاك حق مواضح تتنازل ليه فهو النادي الاهلي دلوقتي بيستنفذ انا انا اسف كهرباء بيستنفذ كل اجراءاته القانونية علشان يبقى استنفذ كل حاجة وحتى انتهي لا محالة وفي الاخر حناخد فلوس ما حصلش تواصل من كهرباء مع نادي الزمالك عشان مستخدم الدقة لحاجة استخدمتها في مسألة انه يقصت الفلوس او الحاجات اللي شبه كده اعتقد ده شغل بقى محامين مع بعض وفي الاخر هو فيه نقطة بس دايما الناس مش واخدة بالها منها ان الفلوس دي لما هتدخل جوه البنك لان الناس اول ما بتقول اتنين مثلا مليون دولار وحوالي ربعمية خمسمية اه غرامة يروح درب على طول في سعر ايه ايه السوق السودة هو انا اقدر كنادي زمالك اغير فلوس في السوق السودة لا طلاب اتمسك ايهي طب ما ينفعش ايه طب يبقى انت اه كل الناس دلوقتي اعتقد اه ضد السوق السودة وتأثيرها السلبي على الاقتصادي المصري فإذا الناس هتبعى عارفة الفلوس دي لما هتدخل انت هتحولها بسعر البنك فالموضوع يعني الناس وخصوصا دلوقتي أنا سمعت ان الدولار نزل في الارض فيعني ان شاء الله خير